قصة حلقة النهاردة هي أزمة وأزمة كبيرة وقع فيها كتير من الأبهات مع بناتهم وكتير من الولاد مع أخوتهم البنات أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة أرجوكم كملوا القصة دي للنهاية وإكتبوا لي رأيكم في التعليقات لأن رأيكم مهم جدا في قصة النهاردة القصة ابتدت من أكتر من 20 سنة لما راجل مزارع عنده أراضي وعنده بيوت وكان ميسور الحال توفي ساب من الدنيا ولد واحد عنده حوالي 16 سنة وطفل عندها سنتين لسه مولودة وزوجته وكانت ست مريضة صحتها على قدها فقررت أن هي توهي بحياتها للولد والبنت ولكن التضحية هنا ما كانتش من طرف الأم بس ولكن من طرف صلاح الابن اللي عنده 16 سنة خلص تعليمه المتوسط وكان بيساعد أبوه في الأرض وكان فلاح شاطر فقرر أنه يوهب حياته لأخته صغيرة جميلة اللي عندها سنتين كانت بنت زي الأمر وطلع كده عاملة زي النوارة زي التعبير الفلاحي ما بيقول وكان بيحبها حب جديد جدا صلاح واهب لجميلة حياته بمعنى الكلمة كبرت علاء دي رباها كان دايما بيأكلها وبيشربها ولبسها هو اللي بيجبه لها لما كبرت ودخلت المدرسة كان يوديها ويجبها حب صلاح لجميلة أصبح مش مجرد حب أخ الأخته ولكن حب مردي هي كل حياته المستحوزة عليه لما كبرت وكان في بعض الشباب بيبصلها أو يسمع عليها أي كلمة كان بيروح ياكل الشخص اللي كان بيحاول يتكلم عليها أو يعكسها وتعبير بيأكل يعني تعبير شعبي بسيط بمعنى أنه كان بيروح يعمل معاه خناءة كبيرة جدا وما كانش بيسمح لحد أنه يتعرض لجميلة لغاية ما جيه اليوم اللي صلاح كان خايف منه جدا البنت خلاص قربت خلص تعليمها المتوسط كان جسمها مميز وشكلها مميز وكانت جميلة وكان بيجي لها خطاب كتير من وهي عندها 13-14 سنة جميلة كمان كانت شايفة في صلاح الأب والأخ والقدوة والسند وكانت بتحبه جدا ولكن استغربت من فكرة أنه بيرفض أي عريس يتقدم لها لغاية مجالها يوم من الأيام عريس ما كانش يترفض حد مؤهل عالي وبيشتغل شغلانة كويسة جدا وأبوه كمان ما يصور وعنده أراضي كتير البنت استغربت وقالت لصلاح أنا عايز أتجوز أنت بتمنعني ليه هو فيه إيه عيب علشان يترفض وأصرت هنا بقى الجزئية الفارقة جدا في حياة صلاح واللي بيكتب علشانها بمرارة وندم لما يتحول الحب الشديد لحب تملك كمان حب انتقام حب مرضي صلاح بيلجأ لدجال ومشعوز علشان يعمل حاجات من الشعوزة دي يمنع فيها جميلة من أنها تتجوز العريس اللي جاي لها أعمال حاجات شعوزة علشان تطفش العريس اللي جاي وتكرهه في جميلة ولكن واضح يعني أن الدجال ما كانش متمكن والحيلة اللي عملها صلاح ما صابتش فالجوازة مشيت بإصرار من أم جميلة البنت تجوزت اليوم اللي تجوزت فيه جميلة وهي عندها حوالي 17-18 سنة بيقول أنا ما كنتش نايم أنا كنت بموت لما أتخيل أن جميلة اللي أنا حبتها وربتها وكبرت على أيدي نايمة في حضن راجل تاني أو راجل تاني ممكن يلمس شعراء منها فعلا هو كان موضوع مرضي جدا فلجأ لحيلة متكررة من بعد ما الحيلة الأساسية بتاعته فشلت أنه يروح للبنت دايما ويطلع أي مشاكل ما بينها وما بين جزها يعمل مشاكل مع جزها وأول ما تحصل مشكلة يقول لها لم يهدومك وتفضلي قدامي على البيت لغاية ما كتير من المشاكل قدت لأنه زوج نفسه يطرد البنت ويقول لها روحي عند بيت أهلك ووقت ما ييجي ولاد الحلال يصلحوهم كان صلاح بيرفض وبيتمسك أن البنت تبقى موجودة وكان ينيمها ويقفل عليها بنفسه والصبح يروحي صحيها بنفسه ويسيب الغيط ويرجع يتطمن على البنت وفرح قوي لما عد أربع خمس شهور على الزواج وعرف أن البنت ما حملتش ولا حاجة وبدأ يطلقها يعني من بعد ما عمل مشاكل كتير مع الراجل ما ذكرش تفاصيلها ولكن هو بيقول أنا اللي تسببت في مشاكل وأنا اللي خربت على البنت وخدتها في البيت وأنا اللي فرحت إنها مش حامل لما كشفنا عليها كانت تعبانة شوية مش حامل وبدأ يجري في إجراءات الطلاق ولار الناس جمعوا الولد والبنت مرة تانية غصب عن صلاح وصلحوهم فراح تاني يلجأ لأعمال الشعوزة والسحر علشان يعمل لها حاجات تطفشها من البيت وتجدد الموضوع تاني ورجعت بيت أهلها الولد بيقول أنا في يوم من الأيام كنت رايح المسجد في خطبة جمعة وسمعت خطبة هزيتني من جوايا وبدأت أفكر إنه اللي أنا بعمله في البنت ده أزا وأنا بأزيها ولكن أنا مش عارف أعمل إيه مش قادر حتى أتجوز واحدة تانية وحب جميلة مسيطر علي لأنا عارف هو حب أبوة ولا أخوة ولا زواج ولا عشق ولا أي حاجة كل اللي أنا عارفه إن البنت دي بموت وهي موجودة في بيت شخص تاني وكمان ليل نهار بفكر إزاي أفرق ما بينهم ولكن أنا بقول لصلاح اقرأ كويس آراء السادة المتابعين اللي حيكتبوها ليك أرجوكم ردوا على صلاح وقولوا رأيكم وأنا من وجهة نظري إنه بداية العلاج هو التشخيص الصحيح التشخيص الصحيح أنت قلته بنفسك لما قلت أنه الموضوع تحول معايا لموضوع مرضي هو حب مرضي حب تملك حب انتقام من الآخر الغريب علشان أخذ منك الشيء اللي أنت عايز تتملكه أنت نسيت للحظة من اللحظات أنه اللي أنت بتتكلم عنها دي إنسانة أنت مش بتتكلم عن عربية ولا عن فزبة ولا موتوسيكل دي إنسانة وليها حقوق ومن حقها تختار ومن حقها تعيش حياتها مع الإنسان اللي بتحبه زنبها إيه في الحالة المرضية اللي عندك تشيلها مشكلة ليه أنت لازم تتقي ربنا في نفسك وتتقي ربنا في أختك وتتقي ربنا في زوج أختك اللي فاتح بيت وجايب إنسانة علشان يعيش معاها حياة طبيعية ويخلفه والبنت كمان من حقها تعيش مع إنسان هي مختراه ومرتاحة معاه أنت اللي بسبب كل المشاكل اللي موجودة في حياة جميلة أرجو أن أنت تستغفر ربنا وتستعيز بالله من الشيطان الرجيم صليلك ركعتين يا عم واظب على الصلاة خليك دايما موجود في المسجد وقريب من ربنا وابعد عن دماغك وعن نفسك الشيطان اللي عم ما ليقوم في دماغك الفكرة المريضة دي وأنا متأكد أن أنت هتعقل وتهدى وتتمنى الخير لبنتك وأختك وتشيل الخيالات والهلاوس اللي موجودة في دماغك يا أبو صلاح وكفايا يا أخي أن اسمك صلاح يعني راعي أن الاسم ده اسم ساكن قلوب كل الناس اللي بيحبوا النجاح وبيحبوا الإنسان السوي منتظر تعليقات حضراتكم أشكركم على طيب المتابعة وإن شاء الله نتقف حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة صندوق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة